كانت هناك رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل عدد من الأعضاء الموجودين في الكونغرس الأمريكي ويطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن حماية قليم كردستان والكرد من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في مسألة أنبوب النفط الذي يمتد إلى تركيا وهناك كلام مع رئيس الوزراء العراقي وهو في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحديث حول هذه المسألة تحديدا كيف من الممكن لمثل هذه الرسائل أن تؤثر على مزاج الرئيس الأمريكي أو حول ما يريده الرئيس الأمريكي أو على السياسات الخارجية للبيت الأبيض تجاه إقليم كردستان وتجاه هذه القضية المعقدة أعتقد أن الجميع يدرك أن هذه المجموعات التي تقوم بكتابة الرسائل إلى واشنطن هي مجموعات قوية جدا ولديها المصلحة لحماية المنطقة لكن ليس فقط كتابة الرسالة إلى بايدن هذا يعني أنه سيقوم بشيء ما حيى لها الرئيس بايدن ينظر إلى الوضع داخل العراق وحيث أن هذا كان مشروعا أمريكيا منذ 2003 أو هو بناء الأمن داخل العراق أعتقد أننا أو أمل أننا نقوم بأن نكون سفراء للسلام داخل العراق وألومانوسكي حاول أن يقوم بتهديئة البيان كما يقولون هناك ولكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك مراجعة كبيرة للسياسة المتعليقة بالعراق اشتركوا في القناة